السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلبة الدبلوم التجاري والتعليم الفندقي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا وبرنامجنا في بيتنا مدرسة نهاردة إن شاء الله عندنا جزء جديد هنتكلم فيه لأول مرة جزء قانون التأمينات إحنا بنعيد للمرة التالتة أو الرابعة شكل امتحان الدبلوم بتاع قانون العمل بيبقى إزاي الامتحان متقسم لتلات أجزاء قلنا الجزء الأول يمثل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية الجزء الثاني يمثل قانون الخدمة المدنية وده اللي إحنا انتهينا منه الحلقات اللي فاتت الجزء الثالث يمثل قانون التأمينات الاجتماعية طيب قانون التأمينات الاجتماعية ده بتكلم على إيه يعني القانون ده بتاعه بالظبط القانون ده بتكلم على إزاي هنحسب المعاشات هيتكلم كمان على إصابات العمل إمتى العامل تتحسب له دي إصابة عمل ومن يستحق إصابة العمل وهل في عامل ممكن تحصل له إصابة جوه الشغل وما تبقاش إصابة عمل في عامل تحصل له إصابة بره الشغل وتتحسب إصابة كل ده هنعرفه فيه درس إصابات العمل النهاردة إن شاء الله كمان هنتكلم على البطالة وتأمين المرض كل ده في جزء الخاص بقانون التأمينات يبقى كده إحنا متفقين إن المنهج بتاعنا أو الكتاب بتاعنا مقسم لثلاث أجزاء الجزء الأولاني قانون العمل طبعا أنا كل حلقة بأكد الكلام ده طيب برضو من الطلبة اللي بيتابعونا بعتم أسئلة مجملها كده بجاوب عليها بقول لهم عشان تبتدي تذاكر ابتدي تذاكر امتحانات قانون العمل من أول 2018 أو 2019 ابقى لها الامتحانات القديمة لأن فيها أجزاء كتير تم حسبها من المنهج دي السؤال طيب فيه كمان طلبة بتقول احنا عايزين نراجع الأجازات طيب أنا قبل ما نبتدي في ناخد قانون إصابة العمل هو موضوع إصابة العمل هعمل لك مراجعة بسيطة كده بس يا ريه تحضر الورقة والألم بتاعك ليه احنا هنكتب الأجازة بالمدة بتاعتها بالقاعد بتاعتها هراجع لك بسرعة كده بس برضو تاني حضر الورقة والألم بتاعتك واجهز معي ايه هما الأجازات العامل ليه حوالي أكتر من عشر أنواع من أنواع الأجازات منهم أجازات تسع أجازات حوالي مكفوعين الأجر أو بأجر كامل يعني هي مصطب بأجر كامل يعني هياخد الأجازة وهياخد عليها الأجر كامل طيب زي ايه نبتدي كده مع بعض نفتكر مع بعض عندنا الأجازة السنوية الأجازة السنوية هي أجازة بأجر كامل ومن اسمها كده هتتخد كلها ديه ووضع عليكم كل سنة هتحسب إزاي هتحسب كالأتي الأجازة السنوية لمن أكمل سنة كاملة يعني لو أنا كملت سنة بالشغل كاملة إلى قبل ما كمل عشر سنين من حق 21 يوم يبقى ديه أول حاجة من سنة كاملة لا ما كملتش العشر سنين بأخد 21 يوم لو زادت خطبتي بالشغل أكثر من عشر سنوات بأخد 30 يوم أجازة سنوية كل من تعدى سن الخمسين لأجازة 30 يوم وتزداد الأجازة سبع أيام لمن بقى لمن يعمل في المناطق النائية والخطرة يعني إيه يعني شغال في المنطقة بعيدة الأجازة بتاعته بتزيد سبعة أيام ديه من نسبة الأجازة السنوية عندنا كمان أجازة راحة الأسبوعية لكل عامل لكل عامل طبعا راحة الأسبوعية دي مدفوعة الأجل لكل عامل الحق في راحة أسبوعية مدتها كام برافو عليكم مدتها 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة تاني لكل عامل الحق في راحة أسبوعية مدتها 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة وطبعا تاني أجازة مدفوعة الأجل عندنا كمان أجازة الأعياد أجازة الأعياد أعياد زي إيه يا مستر زي مثلا عيد الفطر عيد الأضحى الملد النبي 6 أكتوبر 25 نايره كل دي اسمها أعياد القانون قال إيه بقى؟ خلي بالك القانون هنا قال إيه؟ وهوضح لك ليه قال للعامل الحق في أجازة أعياد بحد أقصى 13 يوم في السنة تاني للعامل الحق بحد أقصى أجازة أعياد 13 يوم في السنة طب حد هيقول لي ده الأجازات اللي انت بتقول عليها دي عيد كبير وعيد صغير وكل ده أجازات كتير جدا هقول له آه صح بس ما ننساش ان احنا بنتكلم على الكطاع الخاص يعني إيه الكطاع الخاص؟ بتكلم على صاحب عمل صاحب رأس بال فإن لو اديت العامل الأجازات دي كلها طبعا المصنع يتوقف ودي مشكلة وخاصة أنه فيه انتاج ما ينفعش يقف فالقانون قال إيه؟ هندي أجازة أعياد بحد أقصى ديه 13 يوم وكمان يجوز العمل خلالها بمثلي الأجاز كمان من ضمن الأجازات أجازة الوضع طبعا أجازة الوضع دي أجازة تخص المرأة فقط أجازة الوضع بتتحسب إزاي؟ أهم حاجة الأربع عنوات اللي هنقول لهم دول تحصل عليها العاملة مرتين فقط طوال الخدمة يبقى العاملة بتحصل على أجازة الوضع مرتين فقط طوال الخدمة مدة أجازة الوضع ديه تسعين يوم يبقى العاملة الحق في أجازة وضع مدتها ديه تسعين يوم بتاخدها كم مرة؟ مرتين فقط طوال الخدمة طيب هل ليها شرط؟ طبعا ليها شرط؟ شرطها أن تكون العاملة أمضت على الأقل على الأقل عشر أشهر في العمل يعني ايه؟ يعني هي اشتغلت في المكان ده على الأقل لعشر شهور بعدها ممكن تاخد أجازة الوضع يبقى نقول تاني مدتها تسعين يوم بتتاخد مرتين شرطها ايه؟ شرطها أن تكون قعدة عشر شهور على الأقل كمان من النقطة المهمة اللي تيجي في الامتحانات على طول لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وعبعين يوم التالية للوضع يعني تاني يوم أو تاني يوم الوضع هيدي بقى الخمسة وعبعين يوم ما ينفعش الست تشتغل في الوقت ده ده بالنسبة لأجازة الوضع كمان من ضمن الأجازات اللي عندنا أجازة آآ الأجازة المرضي الأجازة المرضي العامل من حقه ليه أجازة مرضي تحسب كل ثلاث سنوات بأجر كامل آآ لكن عندنا شهر بأجر كامل ثمان شهر بأجر خمسة وسبعين في المية آآ ثلاث شهر بدون أجر يعني يا مستر يعني الأجازة لو أنا زودت في المرضي الأجر بتاعي ممكن ينخفض باخد جزء من الأجر بتاعي إلا في الأمراض المزمنة يعني ايه مرض مزمن مرض يعني مرض بيصعب شوية والمريض فيه ما بيقدرش يشتغل معه فالمرض ده وعد فيه بالبيت بس الكلام ده لا يطبق عليه يحصل على أجره كامل المريض بمرض مزمن يحصل على أجره كامل طيب عندنا كمان الأجازة العرضة كلمة الأجازة العرضة يعني ايه الأجازة العرضة أو الأجازة الطريقة دي أجازة بيحصل عليها العمل مدتها ست أيام خلال العام بحد أقصى يومين في المرة الوحدة كمان عندنا من ضمن الأجازات أجازة الدراسية دراسية يعني ايه دراسية مش احنا بنتكلم على القطاع الخاص والعمال آه احنا ما بعدناش احنا بنتكلم على ايه بنتكلم على العامل اللي بيشتغل بيشتغل في مكان يعني وفي نفس الوقت بيدرس فعنده امتحان هل القانون سابل حتة دي لأ طبعا قال ايه من حق الطالب ده انه هو يقدم الطالب مين اللي بيشتغل في مكان يعني طالب بيشتغل في احدى المصانع عنده امتحان دبلوم عنده امتحان كلية هل من حق يروح الامتحان طبعا وطبعا الامتحان هنا أجازة مدفوعة الأجل يعني مدفوعة الأجل يعني هياخد أجازة وهياخد عليها الأجل كأنه كان شغالها كمان وملهاش مدة كمان بس بشارت ان انا أبلغ صاحب العمل قبلها بخمستاشر يوم على الأقل يبقى صورة الأجازة دي ان انا أبلغ صاحب العمل قبلها بخمستاشر يوم على الأقل طيب عندنا كمان من ضمن الأجازات أجازة أجازة بدون أجر أو أجازة رعاية الطفل الأجازة دي اللي عاملة لها الحق في أجازة بدون أجر مرتين طوال الخدمة يعني بتاخد مرتين طوال الخدمة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها طبعا الأجازة دي بتحصل عليها مرتين ومدة الأجازة سنتين يعني هي بتاخدها مرتين المرة الواحدة مدتها سنتين الأجازة دي تحسب من خضرة العاملة والأجازة دي ممكن صاحب العمل يرفضها ودي مهمة جدا جدا ويا بيت بقى ولم نكتب الكلام ده يجوز لصاحب العمل رفض أجازة بعاية الطفل أو أجازة بدون أجل إمتى في حالة واحدة بس إذا كان عدد العاملين في المنشأة رفع عليكم أقل من خمسين عامل لو أنا عندي منشأة وعدد العاملين اللي عندي أقل من خمسين عامل من حق أرفض أجازة الوضع آه تمام سمعت برضو حد بيقول مش دي مستر لو أنا عندي أقل من خمسين برضو من حق أن أنا أرفض تعيين أي نسبة من المعاقين رفع عليك إذا كان عدد العاملين أقل من خمسين عامل آه أنا مش ملزم أن أنا أشغل أي نسبة من المعاقين عندنا كمان آخر حاجة في الأجازات أجازة الحج وزيارة بيت المقدس العامل أو العاملة لها الحق في أجازة حج مدتها تلاتين يوم مدتها كام؟ تلاتين يوم بتتاخد كم مرة؟ مرة واحدة طوال الخدمة تاني أجازة مدتها تلاتين يوم يحصل عليها العامل مرة واحدة طوال الخدمة شرطها أن أنا أكون أكملت خمس سنوات متصلة يعني إيه متصلة؟ يعني اشتغلت عند صاحب العمل ده هو ده بس خمس سنوات متواصلة يعني من عنده هو خمس سنوات متواصلة طبعا من حق ساعتها أن أنا أأخذ أجازة حج الأجازة دي مدفوعة الأجر وأن مدتها تلاتين يوم أوشة دي كان ملخص سريع للأجازات وقعدكم أن في كل حلقة هنأخذ ملخص سريع كده حلقة الأجزاء اللي شرحناه طيب النهاردة بقى معنا موضوع مهم جدا 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 هو موضوع إصابات العمل هو يعني إصابة عمل عشان نفهم الكلام هو يعني إصابة عمل وهل يا مستر إصابة العمل دي لازم تكون جوه العمل بس ولا ممكن تنفع الإصابة برا العمل وهل أي واحد يصاب داخل العمل تحسب له إصابة عمل ولا ممكن ما تحسبش وهل في فرق بين الإصابة داخل العمل وأن أنا إصاب خارج العمل هل أسمي مصاب ولا أسمي إيه بالزبط كل الأسئلة اللي أنتوا بتسألوا عليها دي هنعرفها في حلقة النهاردة إن شاء الله خليكم معنا كده حضاوا الوقت أو الألم ونجهز مع بعض عشان نشوف تأمين إصابة العمل تعال مع بعض كده نشوف النهاردة درس النهاردة تأمين إصابة العمل يسري تأمين إصابة العمل أنهارك كلام وبعد كده وضحه لك ببساطة يسري تأمين إصابة العمل على الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية وهم العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال وكذلك العاملين الخاضعين لقانون العمل بسروط معينة لهم عمال قطاع الخاص وأخيرا على من هم في خدمة المنازل أو خدم المنازل طيب يعني يا مستر الكلام الكبير ده من اللي أنا قلته دوت معناه أن القانون ده هيسلي على جميع الفئات الخضاع للتأمين يعني الخضاعين اللي العملين في الجهاز الإداري للدولة العملين في قطاع الأعمال العملين في القطاع العام العملين في القطاع الخاص اللي هم الخضاعين لقانون العمل وعمال الخدم المنزلية يعني عايز يقولي ان كل دول هيسرى عليهم كلمة يسرى يعني هيطبق عليهم قانون اصابة العمل يعني انا موظف انا مدرس مثلا هل لو انا حصل لي اصابة جوه الشغل بتاعي هتعتبر اصابة عمل طبعا من اتغال في الجهاز الاداري للدولة لو في واحد شغال في مصنع وحصلت له اصابة هل تعتبر اصابة عمل اه طبعا لانه هنا خاضع لي قانون العمل لو في واحد شغال في هيئة او قطاع اعمال هل لو حصل طبعا يعتبر لان ده خاضع يعني كلمة يسرى عليهم دول الخاضعين لاصابات العمل يعني لو يحصل له اصابة جوه العمل من الناس اللي احنا قلنا عليهم دول هتعتبر اصابة عمل يبقى هنا بيسرى تأمين اصابة العمل على العاملين بالجهاز الاداري في الدولة العاملين في القطاع العام وقطاع الاعمال العاملين الخاضعين لقانون العمل اللي هم العاملين في القطاع الخاص وعمال الخدم المنزلية طيب معنا كمان يمكن تقسيم الفئات التي تقضع لأحكام تأمين إصابة العمل إلى مجموعتين نبكز بقى شوية في النقطة دي لأنها مهمة جدا يمكن تقسيم الفئات التي تقضع لأحكام تأمين إصابة العمل إلى مجموعتين ايه المجموعة الأولى؟ تشمل الفئات العاملين الخضائيين لكافة أنواع التأمينات الاجتماعية بما فيهم تأمين إصابة العمل وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة العاملون بقطاع الأعمال وهذه الفئة تخضع لكافة أنواع التأمينات العاملون بالقطاع الخاص الخضعون الأحكم قانون العمل والذي تطوفى فيهم الشروط التالية أن يكون في سن المؤمن علي 18 سنة أن تكون علاقة العمل بصاحب العمل منتظمة طيب خليك معايا بقى كلامك كبير أول لتقال ده إحنا بنقول إيه؟ الواحد قانون التأمينات يعني إيه التأمينات الأول بس عشان نفهم؟ تأمينات هنا بتغطي لك المعشات بتغطي لك تأمين المرض بتغطي لك تأمين البطالة بتغطي لك كمان تأمين إصابة العمل بتديك حوقتي بقوي فأنا لو أنا من الناس اللي أنا قلت عليهم اللي هم مين؟ اللي هم يشغلين في الجهاز الإداري للدول أو قطاع الأعمال أو القطاع العام أو الخضعين لقانون العمل أو عمل الخدم المنزلي إلا هيحصل لو حصلت لي إصابة عمل هاخد أنا كده كده باخد تعويضات وتأمينات بما فيهم إصابة العمل دي المجموعة الأولى مين المجموعة الأولى؟ اللي هي المجموعة الطبيعية كل الناس اللي متأمن عليه العاملين بالقطاع العامل عاملين بالقطاع الخاص الخضعين لقانون العمل دول اللي هياخدوا التأمينات وده شيء طبيعي بما فيهم تأمين إصابة العمل لكن في عندنا مهمة حاجة مهمة جدا هل ممكن حد ياخد تأمين إصابة العمل أو تعويض الإصابة فقط يعني يا مستر يعني ده شخص مش متأمن عليه ناخد بلنا من الكلام مش متأمن عليه احنا لما بنيجي ندي المسائل بتاعت المعاشات بنقول ايه مؤمن عليه مؤمن عليه يعني ايه بيدفع التأمينات مشترك في التأمينات الاجتماعية بيدفع تأمينات كل شهر بتتخصب من مرتبه عشان ياخد معاش وياخد أي تعوضات أو تأمينات تأمين بطالة تأمين مرض الكلام ده كله طيب احنا بقى اللي بنقصدهم بقى ناس مش متأمن عليهم يعني مش قضعين ما بيتخصمش منهم تأمينات ناس ممكن يكونوا مش عمال ولا موظفين وتحصل لهم إصابة وياخدوا تعويض إصابة اه ممكن دول بقى اللي هنقول عليهم وده المهم دول الفئات التي تقضع أو طبق عليها تعويض الإصابة فقط مين دول تعالي نعرف مع بعض كده مين دول المجموعة التانية المجموعة التانية اللي هنتكلم عليها دي تشمل الفئات الخضاء على أحكام تأمين إصابة العمل فقط ونخلي بنا من كلمة فقط يعني المجموعة اللي أنا هقول عليهم دول لما بيجي ياخدوا التعويض بياخدوا تعويض إصابة العمل فقط تعويض إصابة العمل إيه فقط هنقول واحدة واحدة ونشرحها أول حالة عندنا العاملون الذين تقلس النوم عن 18 سنة خليك معايا بقى أول واحد هياخد تعويض إصابة العمل فقط العامل الذي يقل عن 18 سنة بربع عليكم سمع حد بيقول لي مش ده يبقى طفل تمام يبقى طفل ليه طفل لأن احنا قلنا الحد الأدنى الأدنى قال لي حاجة لتشغيل الأطفال من 14 سنة ل 18 سنة يعني الفترة اللي انت هتبقى فيها من 14 إلى 18 ده اسمك طفل لو حصلت إصابة للطفل طبعا الطفل هنا مش متأمن عليه فلو حصلت إصابة للطفل ده يحصل على تعويض إصابة العمل فقط تعويض إصابة العمل فقط يبقى أول حد بياخد تعويض إصابة العمل فقط أقل من 18 سنة مين كمان معانا بياخد إصابة تعويض العمل فقط عندنا العاملون المتدرجون يعني ايه يا مستر العامل العامل المتدرج يعني ايه كلمة المتدرج أصلا طيب هي المتدرج دي معناها ايه احنا عندنا القانون بيقول سن تشغيل الأطفال من 14 لـ 18 تمام ولا يجوز تدريب الطفل قبل سن الـ 12 يعني قبل الـ 12 ما يتدربش فيه فترة في النص هي اللي هي من 12 لـ 14 تاني سن تشغيل الأطفال من 14 لـ 18 تمام بيجي على قانون الطفولة قال ايه ولا يجوز تدريب الأطفال قبل سن الـ 12 يعني من 12 لـ 14 تاصر انت بتتضرب هنا بقى نسموش تدريب بنسميه تدرج مهني أو المتدرج المتدرج ده اللي هو بتعلم مهنة أو بتضرب لمهنة عشان يشتغل فيها لو حصلت له اصابة يحصل على تعويض الاصابة فقط يابقى عند вмله اتنين وراءه أن المسكي بالكلام ده السؤال ده مهم جدا السؤال بيقول ايه ما هي الفئات التي تحصل على تعويض اصابة العمل فقط تاني ما هي الفئات التي تحصل على تعويض اصابة العمل فقط يعني ايه في فقات بتاخد جميع حقوق التأمينية بما فيهم اصابة العمل لكن في فقات تانية لو حصلت لها اصابة بتاخد تعويض الاصابة فقط من الفقات دول وقم واحد اقل من 18 سنة وقم اثنين المتدرجون او العامل المتدرج وقم ثلاثة عندنا التلاميذ الصناعيين التلاميذ الصناعيين طب ليه التلاميذ الصناعيين طيب التلاميذ الصناعيين دول اللي هم الطالب اللي في مدرسة الصناعي طيب حده يقول لي ايه مستوى علاقة الطالب اللي في مدرسة الصناعي بإصابة العمل هو الطالب ده متأمن عليه هقولك لا الطالب اللي في مدرسة الصناعي او الطلبة الصناعيون اللي بدرسهم دول عندهم تدريب يعني ايه تدريب يعني ممكن يطلع يتضرب على في مصنع او يتضرب عنده في الورشة او يروح يتعبدوا مع مصنع عشان يتضربوا التدريب الصناعي اللي بنشوفه لقدر الله لقدر الله الطالب ده وهو بيتضرب وقعت عليه اصابة حصلت له اصابة طب درده ايه هل دي تعتبر اصابة عمل هو هنا القانون قال ايه اذا وقعت الاصابة عليه يستحق هذا الطالب اللي هو بتعمل دراسة الصناعي تعويض اصابة العمل فقط تعويض اصابة العمل فقط يبقى عندنا دلوقتي تلاتة يستحقوا تعويض اصابة العمل فقط مين منهم رقم واحد اقل من كام رفع عليكم اقل من 18 سنة رقم اتنين اللي بيستحق العمال المتدرجون رقم تلاتة طلاب مدارس الصناعي مين كمان عندنا المكلفون بالخدمة العامة ده بالنسبة طبعا للبنات اللي هم بيتكلفوا بالخدمة العامة لو البنت اثناء الخدمة العامة حصل لها لقدر الله اي اصابة بتاخد برضو تعويض الاصابة فقط مين كمان المشتغلون في المشاريع الصيفية يعني لو في طالب هو بيتلس واشتغل في مشروع الصيف وحصلت له اصابة الطلاب المشتغلون في المشروعات الصيفية لو في طالب حصلت له اصابة بياخد تعويض اصابة Zhao العمل فقط يبقى خلي بالك وخلي بالك القانون عمل ايه القانون قسم تأمين اصابة العمل الى نوعين ايه هم النوعين دول يا مستر نوع بياخد كل المزايا التأمينية بما فيهم إصابة العمل وده الطبيعي ليه الطبيعي لان دول هم الشغالين في الجهاز الإداري للدولة القطاع العام القطاع الخاص والخضاعين لقانون العمل وعمال الخدمة المنزلية دول يحصل لهم اي اصابة ياخدوا كل حاجة بما فيهم إصابة العمل لكن السؤال المهم بقى ما هي الفئات التي تخضع لإصابة تعويض تعويض فقط يعني لو حصلت لهم لقدر الله اي حاجة هياخدوا تعويض الإصابة فقط وحط تحت فقط دي متخط طيب مين دول خمس حاجاتهم اقل من 18 سنة تاني اقل من 18 سنة العمال المتدرجون او المتدرج او الاقل من 18 سنة وقم ثلاثة التلاميذ الصناعيون لهم طلاب مدارس الصناعية ده لو حصلت له إصابة يستحق تعويض إصابة العمل فقط خريجي الكليات المكلفون بالخدمة العامة المكلفون بالخدمة العامة لو حصلت لهم إصابة هيحصلوا على تعويض الإصابة فقط كمان المشتغلون في المشابية الصيفية طب كده احنا قسمنا المجموعات هو يعني ايه مستو إصابة العمل يعني اطلق على مين إصابة العمل تعريف إصابة العمل ايه تعالوا مع بعض كده نشوف ايه مفهوم إصابة العمل عندنا دي طبعا النسب بتاعة الأجور اللي بتتخصم من المؤمن عليهم طيب تعريف إصابة العمل هي الإصابة برضو هنرى وشوح حالكم ووضح حالكم الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأديد العمل أو بسببه طيب يعني يا مستر كلام دو بص إصابة العمل هي الإصابة التي تحدث أثناء العمل أو بسبب العمل أو بإحدى الأمراض المهنية في العمل تاني إصابة العمل هي الإصابة التي تحدث للعمل أثناء العمل أو بسبب العمل أو بإحدى الأمراض المهنية طيب أثناء العمل وبسبب العمل ماشي مفهومة يعني إيه إحدى الأمراض طيب ما ده مش هيبقى أو إصابة عمل إزاي ده المريض لأ هو يقصد بأحد الأمراض إن نتيجة الشغل اللي هو شغال فيه أو المكان اللي هو شغال فيه ممكن يكون شغال في مصنع كيميائيات أو مصنع باستخدم مواد ضر على صحة الإنسان وده المصنع كلها بتشتغل كده فممكن يصاب بإحدى الأمراض المهنية كلمة الأمراض المهنية نتيجة للمهنة اللي هو بشتغلها طيب حد ده يقول لي مجايز هو داخل مريض لأ هو مش داخل مريض لأن العامل لما بيجي يشتغل بتطلب منه كشف طبي إنه خالي ولائق صحية يبقى هو معناه إن المرض ده جاله من الشغل وطالما المرض ده جاي من المرض من المكان اللي أنا بشتغل فيه يعني مرض مهني كلمة مرض مهني يعني ليه علاقة بالمهنة اللي أنا بشتغل بها ده كده بيعتبر إصابة عمل يبقى إصابة العمل بكل بساطة هي هي الإصابة التي تحدث للعمل أثناء العمل يعني جوه لإيه العمل أو بسبب العمل ودي هنوضحها أو بسبب العمل أو قلنا طبعا بأحدى الأمراض المهنية في العمل تاني مفهوم إصابة العمل أنا ممكن يجي لنا سؤال تعريفات ممكن يجي لك التعريف ده في الامتحان يقول لك ما المقصود بإصابة العمل إصابة العمل هي الإصابة بأحدى الأمراض المهنية أو الإصابة بأثناء العمل أو بسبب العمل طب صور الإصابة دي إيه تعال نشوف كده مع بعض تقع إصابة العمل تقع إصابة العمل الموجبة للضمان في إحدى الصور دي الصور اللي تقع بها الإصابة يعني دي أشكال الإصابة من الآخر الإصابة بأحدى الأمراض المهنية وإحنا وضحنا يعني الأمراض المهنية مرض مهني يجيلي بسبب العمل رقم اتنين الإصابة التي تقع للمؤمن عليه نتيجة حدث حدث يقع أثناء تأيدي العمل خد بالك لازم الإصابة تكون ناتجة من إيه؟ من حدث غير كده مش هتبقى إصابة هنعرف دلوقتي الكلام ده كله الإصابة التي تقع بسبب العمل حتى ولو وقع الحدث في غير زمان ومكان إصابة العمل لو وضح لنا الكلام ده نوضح التلات نوعات دول هو هنا بيقول لك صور الإصابة إيه؟ ممكن تحصل إزاي؟ ممكن الإصابة العادية جداً اللي هي الإصابة بإحدى الأمراض المهنية عامل أصيب بإحدى الأمراض المهنية تبقى دي إصابة عمل دي مفهومة دي رقم اتنين الإصابة اللي هتنتج أثناء حادث داخل العمل لقدر الله عمال بيشتغلهم حصل لهم حادث جوه العمل هل دي تعتبر إصابة عمل؟ أه تعتبر إصابة العمل أما بقى الصورة التالتة بسبب العمل بسبب العمل يعني إيه؟ ممكن الإصابة تكون في غير زمان العمل يعني مش وقت الشغل خلي بالك مش وقت الشغل وخارج العمل طب ناخد مثال طبعاً ببنا يحفظ الجميع يعني يعني نتكلم على الناس اللي مثلاً بتشتغل في توزيع المواد الغذائية طب ده مش مرتبط إنه يشتغل جوه ده بشتغل بره وبشتغل في موعيد ملوش موعيد محددة طب لقدر الله عمل حادثة طب مش ده بسبب العمل يبقى دي إصابة عمل يعني ناس اللي بتشتغل بعض الأعمال بتبقى طبعية النية بتشتغل بره الشغل بتاعها توزع منتجات بتجيب طلبات بتجيب مواد خام فكل ده بيعتبر إيه؟ لو حصلت له إصابة لقدر الله تبقى بالسبب العمل ده حتى لو كانت بره العمل يعني مثلاً صاحب مصنع باعت عربية تجيب له مواد خام من بره فالعربية راجعة يوم جمعة الساعة اتنين بالليل اهو موعيد شغل خالص ولقدر الله لقدر الله عملت حادثة هل دي تعتبر إصابة عمل؟ طبعاً تعتبر إصابة عمل لأنها بسبب العمل بسبب اللي إيه؟ العمل ما احنا قلنا إصابة العمل الإصابة اللي بتحدث أثناء العمل أثناء حادث داخل العمل أو بسبب العمل يبقى عندنا ثلاث صورة دلوقتي أول صورة عندنا الإصابة بأحدى الأمراض المهنية مرض مهني نتيجة الإصابة بتاعتي أو رقم اتنين إن أنا أصيب بحادث جوة العمل تعتبر إصابة عمل رقم تلاتة إن أنا أصيب بحادث بسبب العمل وهنا بغض النظر عن الزمان والمكان يعني ممكن الإصابة تحدث خارج العمل وخارج موعيد الأمل وتعتبر إصابة عمل لو كانت بسبب العمل دول أول ثلاث صور طيب تعال نشوف مع بعض الصور اللي بعد كده الإصابة نتيجة الإجهاد أو الراق من العمل طبعا دي من الحاجات اللي استحدثها القانون الإصابة نتيجة الإجهاد يعني لو أي عامل أصيب نتيجة يعني الإجهاد ده عمل له تأثير وجاب له إصابة تعتبر إصابة عمل النقطة بقى دي الوحيدة اللي كاتبنا كده عشان نوضحها الإصابة بالطريق أثناء الزهاب لمباشرة العمل أو العودة منه بصرطة أن يكون الزهاب أو القياب بالطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحرف يعني إيه؟ مثلا الأوتوبسات اللي هي طبعا إحنا أخذنا قبل كده إن من التزامات صاحب العمل نقل العمال من وإلى العمل من التزامات صاحب العمل إنه هو ينقل العمال من وإلى العمل قدر الله لا قدر الله مصنع مصنع بين العمال في العربية بتيجي تاخدهم عشان توديهم مكان الشغل هم لسه موحش الشغل هم في طريقهم للشغل وحصلت إصابة هل دي تعتبر إصابة عمل؟ طبعا هم كان في ذهابهم للشغل حتى لو هم جايين تعتبر إصابة عمل بس بشرط دون توقف أو انحرف يعني إيه؟ يعني خط السيف بتاعنا نمشي فيه مصبوط ما يبقاش فيه انحرف يبقى دي صور اللي قلنا عليها خمس صور لإصابة العمل يبقى الأول لما لو قالك ما هو تعريف إصابة العمل هو صور إصابة العمل بقوله تعريف إصابة العمل إيه؟ هي الإصابة التي تنتج من مرض مهني أو إحدى الأمراض المهنية أو حادث أثناء العمل أو بسبب العمل تاني هم هي الإصابة التي تنتج نتيجة لمرض مهني مرض يخص العمل يعني أو بسبب حادث داخل العمل أو بسبب العمل لو إيجا قالك وقال لك صور الإصابة اتكلمي بقى على الصور اللي احنا قلنا عليه الإصابة بأحدى الأمراض المهنية دي إصابة عمل شاء لو جاب لك صح وغلط أو جاب لك صح وغلط وقال لك تعتبر الإصابة في إحدى الأمراض المهنية إصابة عمل آه صح تعتبر الإصابة أثناء العمل بسبب حادث إصابة عمل آه صح تعتبر إصابة عمل تعتبر الإصابة أثناء الذهاب إلى العمل إصابة عمل دون توقف طبعا طبعا تعتبر صح يبقى كل دي صور إصابة العمل طيب في بعض المفاهيم ونخلي بالنا منها كويس جدا 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 لا يخلم تحان قانون عمل من اللي احنا هنقوله ده تعريفات دي الحادث هو ضرر يلحق بالجسم نتيجة تأثير خارجي مفاجئ تاني وهنشرحها دلوقتي بالتفصيل الحادث هو ضرر يلحق بالجسم نتيجة تأثير خارجي مفاجئ المصاب هو من أصيب بإصابة عمل تاني الحادث هو ضرر يلحق بالجسم نتيجة تأثير خارجي مفاجئ اما المصاب هو من اصيب باصابة عمل لو اضح لنا مستر بقى طب يعني ايه الحادث بص احنا لما جينا عرفنا قلنا تعريف اصابة العمل ايه هي الاصابة باحدة الامراض المهنية او حادث اثناء العمل يعني هنا اشترط ان هو لازم الاصابة تكون نتيجة حادث ومش اي حادث يعني ايه الحادث تعريفه ايه بص الحادث اللي هنتكلم عليه هو اللي لازم يحصل عشان تاخد تعويض اصابة العمل ايه الحادث ده بقى هو ضرر يلحق بالجسم يعني الحادث ده لازم يسبب ضرر لايه للجسم نتيجة تأثير خارجي يعني ايه يكون الحاجة اللي عملت الحادثة دي من برا مش من جوة يعني تأثير خارجي يعني ايه يعني لقدر الله اه لوعت عليه اه ما كانت اتعطلت وتخبط فيها ده كده ده حادث خارجي خارجي ومفاجئ يعني مش متوقع مش مترتب له يعني ساعات مثلا اتنين اه في الشغل بيتخنوا مع بعض او بتشجروا مع بعض والمصنع فيه آلات حدة فده متوقع ان حد فيهم يصاب دي مش اصابة عمل ده موضوع تاني ليه هنا لان الحادث هنا مش مفاجئ الحادث هنا متوقع اه الحادث معناه ضرر يلحق بالجسم نتيجة تأثير خارجي مفاجئ طيب المصاب كل من اصيب باصابة عمل تاني المصاب كل من اصيب باصابة عمل حد يقول لي طب ماشي ما هو المصاب كل من اصيب باصابة عمل لا ايه مش معناها كده معناها ايه بكس في المثال اللي انا هقوله ده واحد شغال فيه مكان لقدر الله لقدر الله رجله اتقصبت جوه المكان الشغلي ده قاله وقعت عليه تبقى دي اصابة عمل ولا لا بروفع عليك تبقى اصابة عمل اسمه ايه كده مصاب اسمه ايه مصاب طيب يبقى هنا سمناه مصاب لانه قلنا المصاب كل من اصيب باصابة عمل رجله اتقصبت خلي بالك واحد صاحبه في نفس الشغل في نفس الشغل خلص شغله النهار ده وزيل فلو الحمد لله ما حصلهش حاجة رح يلعب ماشي بالليل رجله قصرت خلي بالك ده رجله قصرت وده رجله قصرت بس اللي رجله قصرت في الشغل يطلق عليه مصاب يبقى المصاب كلما نقصيب بإصابة عمل اما اللي رجله قصرت وهي وبيلعب ماشي ونفس المصنع معها بس مش مصابة اما الاسمه ايه اسمه مريض اسمه ايه مريض عشان كده بنقول المريض كل من أصيب بإصابة غير إصابة العمل تاني المريض المصاب كل من أصيب بإصابة عمل أي حد يصاب بإصابة عمل هسميه مريض أي حد يصاب بإصابة تانية بس مش إصابة عمل هسميه مريض يبقى المصاب كل من أصيب بإصابة عمل أما المريض كل من أصيب بإصابة غير إصابة العمل يسمى مريض يبقى عندنا هنا حاجتين مهمين جدا تعريف خلي بالك تعريف الحادث تعريف الحادث وتعريف المصاب والعجز المستديم والعجز عن الكذب اللي هنشوفهم دلوقتي دول لا يخلوا منهم امتحان قانون العمل إن شاء الله يعني بإذن الله قلنا الحادث هو ضرب يلحق بالجسم نتيجة تأثير خارجي مفاجئ أما المصاب كل من أصيب بإصابة عمل تعالى نشوف التعريفين كمان اللي عندنا العجز المستديم العجز المستديم هو كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه القدرة على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الإصلية أو قدرته على الكذب بوجه عمل طيب تاني العجز المستديم كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه القدرة على العمل كليا او جزئيا في مهنوته الاصلية او قدرته على الكسب بوجه عام عجز مستديم يعني ايه مستر العامل لما قدر الله يصاب واذا كانت الاصابة دي عجز مستديم يبقى الاصابة هنا مستديمة معطل العمر ودي هتأثر عليه سواء بشكل جزئي او بشكل جلي على العمل اللي بشتغل طيب ولو اثرت عليه دي هتأثر على المكسب او البرح بتاعه عشان كده بنقول اسمها عجز مستديم اما العجز العجز عن الكسب هو كل شخص يصاب بعجز يحول كلية بين وبين عمله او ينقص قدرته على العمل بواقع خمسين في المية على الاقل ده اسمه العاجز عن الكسب يبقى عندنا تعرفين مهمين جدا العاجز عن الكسب والعجز المستديم طيب حقوق العامل المصاب قبل ما نتكلم في حقوق العامل المصاب زي ما قلنا كده عندنا اربع تعريفات مهمة جدا الحادث الحادث والمصاب والعجز المستديم والعجز عن الكسب طيب هو المصاب ده ياخد ايه بس لما قبل امدل نقول المصابة ياخد ايه احنا عايزين نفهم الاصابة دي معناها يا اصلا يعني انا لو قلت كده واحد اصيب اصابة قدرت نسبتها بـ 20% ده معناها ايه معناها ان عشان نفهم الاصابة والتعويض بتحسب ازاي معناها ان العامل ده فقط قدرته على العمل بنسبة 20% تاني لما اقول عامل اصيب باصابة قدرها الكوميسيون الطبي اللي هو التأمين الصحي اللي بيحدد الاصابات بنسبة 40% الكوميسيون الطبي قال ان اصابة العامل ده قدرت بنسبة 40% دي معناها ايه معناها ان العامل ده فقط من قدرته الجسمانية اللي هي تمثل 100% فقط 40% منها يعني ما عادش قادر يشتغل اللي بقيمة 60% طب ما اكيد ده لو انا ترجمت الكلام ده لفلوس لو انا بكامل قوتي باشتغل بمية جنيه قوتي نقصت 40% يبقى اشتغل ب60 جنيه يبقى انا كده اتأثرت ولا لأ اتأثرت طب اتأثرت انا زيان بحاجة ده اصابة عمل هتطر اخد تعويض يغطي التأثير ده اللي بنسميه تعويض اصابة العمل يبقى انا لما اقول واحد اصيبه باصابة قدرت نسبتها بعشرين بخمستاشر دي معناها بصفة عامة انه فقط قدرته على العمل بهذه النسبة طيب دي هتأثرت معها طبعا هتأثرت معها طيب حقوق المصاب المصاب ده لو حصل له اصابة بياخد ايه تعال نشوف مع بعض كده ايه الحاجات اللي بياخدها اول حاجة التعويض الاجتماعي اولا التعويض الاجتماعي يقصد بالتعويض الاجتماعي الحقوق التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي والتي تلتزم بها حيئة التأمينات الاجتماعية وتتمثل فيه الحق فيه العلاج الرعاية الطبية والحقوق المالية من جهة اخرى خد بالك من اللي انا بقوله ده الحق في العلاج الرعاية الطبية والحق في العلاج ورعاية الطبية التعويد الاجتماعي بيشمل حاجتين الحق في العلاج ورعاية الطبية الحقوق المالية يعني يا مستر يعني اللي بتحصل له اصابة لقدر الله بياخد حاجة اسمها تعويد الاجتماعي التعويد الاجتماعي ده بيشمل ايه بيشمل الحق في العلاج والحق في رعاية الصحية او رعاية الطبية وحقوق مالية طيب واحدة هتقول لي او واحدة تقول لي مش هو كده احنا بنسمع كده في التلفزيون اللي بيجيه له اصابة بياخد فلوس اه بياخد فلوس طيب ده التعويد المالي بس فيه نقطة هنا بقى هي الاصابة دية محتاجة علاجة ولا مش محتاجة تمام يبقى الحق في العلاج من حق صاحب العمل يعني صاحب العمل متكفل بالحق في العلاج طيب هي الاصابة دية مش محتاجة بقية طبية مش محتاجة ان انا وعملت اهل طبي محتاجة اجهزة تعوضية كل ده العامل ليس له إطلاقا ألقى بيه كل ده يتكفل بيه سواء حسب الجهة اللي أنا شغال فيها سواء في جهة حكومية أو جهة خاصة عشان كده بنقول التعويض الاجتماعي بيشمل حاجتين حق في العلاج الحق في بعاية الطبية وكمان الحق المالية ده بالنسبة للتعويض الاجتماعي طيب بياخد ايه كمان التعويض المدني نخلي بقنا من التعويض ده التعويض المدني هو النتيجة الملموسة لوجود المسئولية وهو يهدف إلى جبر الضرر الذي عانى منه المصاب ومن ثم يجب أن يتناسب مقداره مع الضرر تعويض المدني ده يعني ايه تعويض المدني ده مبلغ نردي بيجبر خاطر المصاب يعني بيعوضه طبعا ما بيش حاجة هتعوض المصاب عن اي جسم يفقده صبت العمل دي اتمعناه انه هو لقدر الله فقط جزء اه احنا بنقول فيه عندنا حاجة اسمها الاصابة والعجز المستديم مستديم يعني ايه يعني الاصابة دي هتفضل مع العامل على طول فالتعويض المدني ده بيبقى طبعا عن طريق المحكمة المدنية ده بيبقى نتيجة ملموسة لوجود المسئولية يعني جزء من المبلغ او مبلغ نقدي بياخده ايه العامل المصاب او الموظف المصاب ولازم يتناسب مع مقدار الضرب اللي وقع على العامل ده بالنسبة للتعويض المدني طيب هو ينفع يا مستر احنا وضحنا كده التعويض المدني والحاجات دي كلها هو ينفع يا مستر تحصل لي اصابة جوه الشغل وما تعتبرش اصابة عمل تاني هو ينفع تحصل لي اصابة جوه لعالشغل وما تعتبرش اصابة عمل يعني ايه يعني اصيب باصابة انا اكون شغال في مكان وتحصل لي اصابة والقانون يقول لي لا دي مش اصابة عمل لانك انت السبب فيها اه ممكن طبعا ليه ببساطة كده اول حاجة هقولك لو كانت الاصابة دي نتجة وانا تحت تأسير المواد المخدبة يعني ايه انا شغل في الشغل وشارب مواد مخدبة طبعا مواد مخدبة يعني مفيش اتزان مفيش طرفك عصبي فانا لقدر الله ممكن في اي وقت هنا بقى لو حصلت حادثة تبقى مفاجأة ولا متوقعة رفع عليكم نتيجة متوقعة انا راجل بشتغل تحت تأسير المخدرات فطبيعا تحصل لي حادثة طيب هل لو حصل لي حاجة تعتبر اصابة عمل القانون بيقول لا تعال نشوف الحالات اللي بيتم فيها الحرمان من تعويض الاصابة او من حول مالية كل فعل يأتيه المصاب تحت تأسير الخمر او المخدرات اي فعل هيعمله المصاب اللي هو مصاب العمل ده حصل له الاصابة دي تحت تأسير المخدرات مش هياخد التعويض كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المتعلقة في اماكن ظاهرة في محل العمل ودي هنعلق عليها دلوقتي وذلك كل ما نشأ عن الاصابة وفاة المؤمن عليها او تخلف عجز مستديم نسبته على 25% من العجز الكامل طيب نوضح دي نوضح الحالتين اللي مكتوبين دون اول حالة لو انا عملت اي حاجة او اخذت اصابت اي اصابة وكانت الاصابة دي نتيجة التأسير المخدرات لو انا وقعت تحت تأسير المخدرات او الخمر وحصلت اصابة مفيش تعويض اصابة عمل حالة تانية بقى ودي المهمة واللي هننبع عليها ليه العمال بتوعنا وكل شغالين فيه الاعمال لو انا خلفت القواعد قواعد الوقاية تاني فيه بعض بعض الحاجات احنا بندخدش بنا منها بس دي ممكن تكلفنا كتير جدا يعني في بعض الخوزة اللي بلبسها العامل بتاع البناء او المهندس الخوزة دي مش دكور او شكل جمالي لا ده من اساليب الوقاية ليه انا بسلمك دي عهدة بنسلملك الخوزة دي عشان لا قدر الله لو حاجة واعت الخوزة تحميك طيب العامل لو مش تلبس الخوزة دي ولا قدر الله حصلت له اصابة كده الضرب هنا وقع عليه وحصلت له اصابة لكن مش هتتحسب له اصابة عمل طب ليه مش هتتحسب له اصابة عمل لانه هنا هو ان اللي خالف هنا التعليمات ودي بقى مش هتضره هو بس وهتضره وهتضر كمان اصورته لانه اصورته هتتأثر يعني مثلا بنلاقي مثلا في بعض الاعمال مكتوب كده خلي بالك من التعليمات دي مهمة جدا وناخد بالنا منها مكتوب على في بعض المصانع احترس مواد قابلة للاشتعال احترس كهرباء كلمة احترس كهرباء او احترس مواد قابلة للاشتعال دي كلها تعليمات للوقاية خلي بالك طيب سيادتك لو انت جيت في المواد المشتعلة دي وحطيت جنبها هنا وحصلت لك حد صلى قدر الله انت كده خلفت التعليمات مش هتغلط تعويض الاصابة عشان كده بنقول العمال او الشغالين بصرفة عامة اساليب الوقاية العامل او المكان اللي انا شغال فيه لو اصابات فيه متوقعة ازي مثلا عمل البناء العمل المواد الكيميائية العمل الخاطرة دي لازم اتبع وسائل الوقاية لان الضرب هنا لو وقع مش هقع عليه انا بس كمان هيدور قصرتي ليه هيدور قصرتي ما هو العامل المصاب بياخد تعويض تعويض ليه لانه هيبقى فقط جزء من قدرته على العمل وممكن يوصل لعجز مستديم يعني يقعد في البيت فحشان كده لازم نخلي بقى انه يبقى حاجتين هيتحن منهم من الاصابة اول حاجة لو انا اصبت تحت تأثير الخمور او المخدرات رقم اتنين اذا خلفت التعليمات الموجهة علي طيب بالنسبة للاجازات المرضية سلطة منح الاجازات المرضية لو انا مصاب وعايز ااخد اجازة مرضية طيب بصوا بقى يا شباب هيقابلنا في التأمين الاول كلمة سلطة منح الاجازات الاجازات الطبية احنا بنتكلم على الطباء اللي بنتعامل معهم في الكوميسيون الطبية او التأمين الصحي لما نصاب بمرض او نصاب باصابة الاجازة اللي انا باخدها ايه سلطة منح الاجازة كل واحد يحدوده يعني معها سلطة قدي هنقابل اول واحد حاجة اسمها الدكتور او الطبيب الممارس الممارس ده ليه سلطة منح الاجازات بحد اقصى سبع ايام تاني عشان النقط دي هتلاقيها في الامتحانات وعشان تبقى تلاقي اجابتها موجودة في الامتحانات متكررة الممارس لو سلطة منح الاجازات بحد اقصى سبع ايام ده الممارس يبقى تجيب ورا وقالا متكتب كده الممارس لو سلطة منح الاجازات سبع ايام بعدها عندنا الاخصائي برضو ده دكتور او طبيب في هيئة التأمين الصحي او الكوميسيون الطبي الاخصائي بيدي اجازة خمستاشر يوم يبقى الممارس كام برضو عليكم سبع ايام ده اقصى حاجة الاخصائي او طبيب الاصابات يعني اخصائي او طبيب اصابات لاتنين بيدهم خمستاشر يوم عندنا كمان لو الاجازة اكبر من كده موديل المستشفى بيدي تلاتين يوم يبقى اللخص اللي انا قلته ده ممارس سبعة ايام اخصائي او طبيب اصابات اقصى اجازة يدها لك خمستاشر يوم لأ الموضوع اكتر من كده ويستاهل اجازة اكتر من كده بيحوله على مدير المستشفى مدير المستشفى بنحق انه هو يديك اجازة تلاتين يوم طيب نبص كده مع بعض ونجيب وراء الم ونكتبهم الممارس العام له سلطة منح الاجازات المرضية بحد اقصى سبعة ايام يبقى الممارس الاخصائي او طبيب الاصابات له الحق في منح الاجازات طبيب الاصابات اه خمستاشر يوم والاخصائي خمستاشر يوم ومدير المستشفى كان رابع عليكم تلاتين يوم او الموضوع اكبر من كده بقى تشكل لجنة بنسميها لجنة الكوميسيون الطبي يبقى احنا كده عندنا اللي ليه مين ليه سلطة منح الاجازات تاني عشان السؤال ده مهم سلطة منح الاجازات عندنا واحد اسمه الممارس اسمه ايه رابع عليكم اسمه الممارس الممارس لو الحق في منح اجازة للعامل المريض سبع ايام اقصى حاجة يدهننا سبع ايام طيب لو الموضوع كبير شوية يحول على حاجتين اه اخصائي يعني ايه اخصائي يعني اخصائي اه عظام اخصائي نظر ده اسمه اخصائي كده الاخصائي ده منحق يديك كم يوم خمستاشر يوم يا ليه بقى مين يا ليه طبيب الاصابات العامل برضو من اقصى حاجة يدهننا خمستاشر يوم عندنا كمان مين لو الموضوع اكبر من كده بنلجأ لمدير المستشفى اللي منحق يديك اجازة تلاتين يوم لو الاجازة اكتر من كده بنلجأ للجنة يبقى تعالى كده مع بعض نشوف اللي احنا قلنا ده سلطة منح الاجازات الممارس العام لقى سلطة منح الاجازات بحد اقصى سبع ايام عندنا كمان طبيب اصابات العمل لقى سلطة منح الاجازات بخمستاشر يوم الاخصائي خمستاشر يوم مدير المستشفى ولقى سلطة منح الاجازات المرضية لمدة تلاتين يوم يبقى المدير كم يوم تلاتين يوم اللي جان الطبية بقى ولقى سلطة منح اجازة مرضية يعني لو زادت الأجازة عن 30 يوم تشكل لجنة طبية أما يعرف باسم الكوميسيون الطبي ده بيدي للأجازة اللي محتاجة أكتر من 30 يوم نيجي لتأمين المرض الأول طبعا احنا كده خدنا الجزء الكامل بتاع إصابة العمل وقلنا نفكر بعد كده بملخص سريع لإصابة العمل اللي عايز يجيب وراء الألم ويكتب ورانا إصابة العمل أول حاجة لازم تعرفها مين؟ إيه هي إصابة العمل؟ هي الإصابة التي تحدث للعمل هي الإصابة التي تحدث للعمل أثناء العمل أو بسبب العمل أو إحدى الأمراض المهنية في العمل تاني إصابة العمل هي الإصابة التي تحدث للعمل إما بسبب العمل أو أثناء العمل أو بإحدى الأمراض المهنية صور الإصابة متعددة ان العامل يصاب بأحد أمراض مهنية دي إصابة عمل ان العامل يصاب بحادث أثناء العمل دي إصابة عمل ان العامل تحصله إصابة تكون العمل سبب فيها دي طبعا إصابة عمل وطبعا قلنا بأحدى الأمراض المهنية الإجهاد والإرهاق ينتج عنه إصابة تعتبر إصابة عمل كل دي إصابة عمل قلنا العامل اللي بيصاب بياخد حوق سواء كانت حوق التعويض الاجتماعي ويشمل الحق في الرعاية والحق في العلاج والحواء المالية وبياخد كمان حاجة اسمها التعويض المدني طيب هل في حد ممكن يحرم من الاصابة طبعا يحرم من الاصابة يعني ايه لو حصلت له اصابة العمل جوا العمل ما ياخدش اصابة عمل اتنين نخلي حالتين نخلي بنا منهم لو كانت الاصابة نتجة تحت تأثير المخدرات او الخام يعني العامل اللي اصيب او الموظف اللي اصيب ده حصلت له اصابة العمل نتيجة انه هو كان واقع تحت تأسير المخدرات طبعا دي مش اصابة عمل او اذا هو خالف العمل هنا خالف التعليمات ما اتبعش اساليب الوقاية وحصلت له اصابة طبعا هنا بتعتبر اصابة عمل وقسمنا الخاضعين للاصابات نوعين قلنا اين فهتحصل على جميع المستحقات التأمينية بما فيهم اصابة العمل من هي الفاء دي جميع العاملين بالجهاز الاداوي في الدولة رقم اتنين عندنا العاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال رقم تلاتة عندنا عمال الخدم المنزلي ودول اللي هي تعليق عليهم هنبقى نشرحهم لو فيه وقت ان شاء الله نتكلم على الخدم طبعا ده كان كل اللي اتكلمنا عليه فيه تعويض اصابة العمل ارجو ان لكون لكل موضوع ببساطة كده اتفهم وان شاء الله باذن الله نلتقى بالحلقة الجاية وتأمين المرض وتعويض البطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته